موسيقى مشاهدنا أهلا بكم في نشرتكم الاقتصادية والتي نستعرض فيها أبرز وآخر أخبار الاقتصاد نستهلها من الرباط حيث شكل تموين السوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري وبأسعار في المتنوى خلال شهر رمضان محور اجتماع تنسقي عقد أمس بين وزير الفلاحة والصيد البحري وتنمية القروية والمياه والغبات محمد صديقي ومهني القطاع ويندرج هذا الاجتماع في طار الجهود التي تبذلها الوزارة وشركوها من أجل ضمان توفر منتجات الصيد البحري بجميع أنحاء التراب الوطني خلال شهر رمضان ويتعلق الأمر على الخصوص بإحداث لجنة مركزية ليسهر على تتبغي التموين المنتظم ليسوق الوطنية بمنتجات الصيد البحري ذات الجودة العالية وبكميات كافية بل إضافة إلى تعبئة الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري لتزويد مختلف المدن بالأسماك الطازجة والمجمدة عند الحجة في خبر آخر فدت نسخة سنة 2024 من المنشور العام لعمليات الصرف بأن مخصصة تجارة الإلكترونية قد تم تسقفها عند مليون درهم بينسبة للمقاولات الشبى المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة لكل سنة كما تم تسقف هذه المخصصة عند مليون درهم لكل سنة بينسبة للفاعلين المصنفين من طرف مكتب الصرف وفي هذه الحالة يتم تحديد هذا الحد على أساس 100% من مبلغي الضريبة على الشركات المدفوعة برسم آخر سنة مالية مغلقة أو 100% من مبلغي الضريبة عن آخر سنة مالية مغلقة يتم تحميلها على الإعفاء الضريبي بالنسبة للشركات المستفيدة منه وبالنسبة للهيئات الخضعة للقانون المغربي والتي لا تتوفر على حساب بل عملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل فيتم تحديد هذه المخصصة في حدود 200 ألف درهم لكل سنة ولكل مستفيد نتابع الآن بأسعار النفط التي ارتفعت في التعاملات المبكرة اليوم لتواصل تحقيق مكاسب حد من الجلسة السابقة وارتفعت الوقود الأجلة لخامي برينت 33 سنة إلى 78 دولار و 58 سنة للبرميل بينما زاد خام غربي تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنة إلى 73 دولار و 10 سنت هذا وارتفع كلا الخامين القياسيين يوم أمس بنحو 3% عند التسوية في أول ارتفاع منذ خمسة أيام كما شهد الخام الأمريكي يكبر زيادة يومية لنسبة المئوية منذ منتصف شهر نومبر وفيما يخص أسعار الذهب فقد ارتفعت ذي الأخيرة اليوم مع ترقب المستثمرين مزيدا من بيانات الوظائف الأمريكية لتوقع الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سياسته النقدية لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية حد من صعود المعضن النفيس وارتفع الذهب في المعاملات الفورية ب0.1% إلى 2043 دولار و 72 سنت للوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 من دجمبر الماضي يوم أمس هذا وزادت العقودة الأمريكية الأجلة للذهب ب0.4% إلى 2051 دولار و 10 سنتات للوقية نكتفي بذل قدر مشاهديا الكرام نلتقي بعد قليل في موجز لأهم الأنباء دمتم في يمان الله